القضايا هو يرى إشكالات هو يقول الدين يرفضها لابد أن نكون دقيقين دكتور فهمك للدين يرفضها قراءتك للدين يلي ترفضها شيء لكن ما الذي يقول أن هذا الدين لماذا ترى أن لك أن قراءتك هي الدين وكل من خالفك هو خارج عن الدين أو على الأقل فلنقول مخطئ فرق بين الأمرين وذكرت قضايا مثلا أننا جعلنا أن الإمامة جزء من الدين من الأصول المانع ما هو المانع ما هو لماذا ترى أن هذا أمر خاطئ أننا جعلنا مثل الإمامة من العقائد ما هو المانع لو جئنا بمالكية قالوا بأن الاعتقاد بحقية خلافة أبو بكر منكرها كافر ماذا تقول ستكون خاطئة أهل المالكية وسنرفضها إذن سنبقى أن هناك قراءات مختلفة نفس هذا الشخص إذا أنت سادس يقول هذه قراءتي لدي يعني لماذا أنت تجعل الأساس هي قراءتك هي الأساس والمعيار لكل شيء سواء في العقائد أو في الفقه أو في غيره سيدي متن عقديا سنيا واحدا لم يذكر أن من أصول أهل السنة الاعتقاد بخلافة الخلفاء الأربعة متن سني واحد متن عقدي سني واحد لم يذكر أن من أصول أهل السنة الاعتقاد بخلافة الأربعة لا يوجد لكن في السنة لم يطرحوها كشرط من شروط سلامة إيمان المسلم أتحدث عن كتب العقائد التي تداغس سواء في الزيتون السابقة أو في الأزهر أو في المناطق الأخرى لا يوجد أنا أعني ما أقول لا يوجد كتاب سني واحد لم يبحث الإمامة ولم يذكر أن من أصول أهل السنة الاعتقاد بخلافة الخلفاء الأربعة يعني مسألة عقادية نعم هذا من الخطأ الكبير كل الكتب لا أنت هذا غيرك الخاص أنا قلت لك أعطيني عنوان واحد أحنا ما شاهده سيدي الكريم على مستوى على مستوى ولا عنوان يا شيخ لا ولا عنوان يا شيخ ربينا في مدارسنا في جامعاتنا في كتتيبنا قالنا طب شلق نطفة في الفكرة قالنا قواعد الإسلام خمسة حتى استعراض الإمامة كاستعراض لسرد تاريخي نعتقد فيه أنا أجيب